هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف المحافظات في المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائتين وتسعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتي ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من تسعمائة وسبعة وخمسين ألف شخص